معانا اول اتصال معانا الحجة فاطمة حجة فاطمة ازاك يا شيف نعم وفضل الحمد لله والله انا بحبه بتستفيد من قراءك وببقى مبسوطة بس مع البرنامج بتاع حضرتك ونشكرك يعني الله يرضى عنك ويزيدك نور وفضل اتفضل يا حجة فاطمة ايو والله انا كنت بس عايزة اسألك انا كان فيه واحدة قريبة جوزي وبعدين جات كنت انا عاملة عمليات كنت وقحت المفصل وفتها الف سلامة ربنا يجمع لك بانه دمام الاجر والعافية يا رب الله يخليك فبعد كده عملت تقول جوزي تعالى نروح النادي ومش عارفها هل يصح يعني يصح ان هي تعمل كده كل شيء تقوله تعالى نروح النادي ورح ازارها طيب هي جوزها متوفي واخد بالحضرتك هو اللي ما يصحش انه يكسر بخاطرك اول اه يعني لازم يعرف الرجالة والستات مش بس مسألة ان هو ده حلاله ده حرام ولا لا كمان فيه حاجة اسمع العشرة بالمعروف لما الزوج حاطر تفضلي هي جات مرة كنت عاملة عملية في عيني مم وبعدين قالتلي تيجي معانا النادي وبتاع قلتلها لا والله عشان انا لسه عاملة عملية طيب فبعد كده قاعدت تقوله تعالى بقى بصفة ان هي قاربته فانا برضك ايه على نياتي يعني ما خدتش فكرتها ست يعني شكلك 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 حاجة فاطمة الفر لعب في عيبك لأ ما هي كذا مرة طيب خليني خليني كذا مرة يا شيخ كذا مرة تقوله تعالى ومرة راح البيت ومرة وكم مرة يروح طيب خليني انا اكلمه بقى النادي طيب انت تفيني سؤالك حاجة فاطمة لا يعني ده صح ده حرام ولا حلال اقولي حالاتك لا التعبير اللي انت قلتيه كمان تعبير احلى اللي هو تعبير ايه هو ده صح خلينا اقولكم يا جماعة ببساطة خالص لان هو ايه يقول ايه والله احنا بنروح في مكان عام وما فيش اي مشاكل وما فيش اي خلوة واحنا ما فيش حاجة بتقع بيننا غلط بس انا بقول حاجة تانية خالص بقول ان ليس كل مباح متاح مش كل حاجة حلال او مباحة متاح ان الناس تعملها زوجة حضرتك حاسة باني الوضع مش طبيعي وفي الغالب احنا في الدراسات وخاصة في ما يتعلق بالارشاد الزواجي السنتات ما بتتوجست من حاجة ماش موجودة من لاشيء فالتوجس تا اعتبره نوع من انواع النصيحة ليك وهي مسؤوليتها كزوجة ان هي تعمل ايه تكون بينها وبينك تعاون على البر واتقه انا شايف ان فيه مفهوم لازم نتجعه اسمه بر الازواج انت بحتاج تبر زوجتك تبر زوجتك يعني ايه ما تعملش حاجة فيها كسر خاطر ليه لان دي جزء من عشرونة بالمعروف هي مش مرتاحة لحد معين بلاش حكاية ايه ان هي كل الناس مش مرتاحة لهم لا انا قلت مقدمة مهمة جدا جدا فانا رأيي مع حضرتك ممكن تكون الست دي واضح ان الحاجة فاطمة ممكن تكون يعني في سن معين وبسبب اللي هي فيه دوت انت ممكن تكون محتاج ان حد يتكلم معاك حد يقولك حاجة حد شوية يبقى فوكهي انا بقولك لا خلي بالك خلي بالك دوت موقع ان يوقعك في الظلم يوقعك في الخطأ اه صحيح لما حد يخرج مع حد مش بالضرورة ان دوت يوقعه في الحرام بس ده مش متاح مش متاح يعني ايه احنا عندنا حاجة اسمها الصح والغلط بجانب الحلال والحرام الصح والغلط بيقوم على فكرة ايه ان مش كل مباح متاح لان فيه كتير من الاشياء بنتركها وهي مباحة عشان نحافظ على خواطر احبابنا عشان العشرة بالمعروف واضح زي ما الست مأمورة بالطاعة الرشيدة الزوج مأمور بتطيب الخاطر عشان يبقى فيه توازن في الحياة الزوجية فانا شايف ان الزوج عليه ان هو يجبر خاطر زوجته وما يوجعاش وخاصة ان هي ممكن تكون مش قادرة تحرك من البيت فلازم هو يجبر خاطرها وما يزودهاش على قلم التعب كمان قلم تاني وهو قلم عدم الارتياح اللي ممكن يكون وصل الى قلم الشك طب وهي ليه تشك في الناس ايه مش بتشك في الناس ايه بتقولك انا شايفة ان ده مش مناسب لحياتنا مع بع ايه مش بتقولك ان ده بتقولك ده مش مناسب لحياتنا مع بع انا مش مرتاحة للست دي خلاص انت اجبر بخاطرها وما لكش دعب الست دي واحنا عارفين لما بيحصل بقى عناد ويصر على حد معين يبقى عملت لك قيمة اضافية مش موجودة في بيتك وده ات ممكن يكون منزلك خطر عليك ولذلك ايه اللي حاصل لا نتتبع هذه الخطوات لان هذه الخطوات قد توقعنا فيما لا يحمد عقبان